مصطفى الفئي غير اسماعيل سراج الدين لكل منهم أفكاره لكل منكم توجهاته أو أراءه وحتى أسلوبه في الإدارة لمكان واحد لكن اللي أنا فهمته أنه كان فيه جلسة محكمة وأن حضرتك تطوعت للتواجد في الجلسة أنا ما فهمتش ليه شوف في حاجة مؤسسة اسمها مكتبتي الأسكندرية وفيه شخص اسمه الدكتور اسماعيل سراج الدين اسماعيل سراج الدين عالم دولي معروف ولما تفكر في طبيعة التهب الموجهة إليه أنا رأيي أنها تهم مهينة لشخصه طبعا هي لوجودة لها إنما مجرد التفكير في توجيه مثل هذه التهم إلى شخص بقامة اسماعيل سراج الدين دي مسألة مزعجة جدا ودي إحدى نتائج حالة الفوضى والارتباك اللي سادت البلاد في السنوات الأولى بعد ثورة 25 يناي اللي بنور علينا إحنا دايما إنه حاجز الاحترام سقط والناس بدأت تعمل تصفير حسابات لتحقق في ظروف غير طبيعية ما لم تحققه في الظروف الطبيعية طلع على مكتب شكوى فلان وفلان وفلان وعمليات إزعاج هو ناله من هذا شيء وهو أقام صرح كبير اللي هي مكتبة الأسكندرية يعني ما بدعيش إن رجل ملاك وإن كل شيء بيرفكت لا مفهوم لدينا مشكلات في المكتبة مشكلات إدارية وتنظيمية والعدد كبير بتاع العاملين إلى آخره ولكن هو الذي أعطى للمكتبة تكوينها الدولي اللي خلنا نريد أن نروع عليها مؤسسة عالمية على أرض مصرية سنوات التأسيس كمانا سنوات التأسيس الأولى خلاص فلما رأيت أنه يوم الأربع الثلاث كان رايح المحكمة فعز علي أن يحدث ذلك أبس إيه الترتيب وإيه الاحتياج يعني هل دا كان احتياج قانوني لأ وجدته أنه من حق المحكمة أن تستمع لوجهة نظري لأن أنا في رأيي أنها أدق وجهة نظر في هذا الموضوع لأن أنا الذي تسلمت منه أنا الذي أعرف خفايا الموجود فأرحت هناك المحكمة وطلبت من محاميه متطوعا بأنه أحرك عايز تود شهادة أو تقليل موقف وطلب من سيادة المستشار الرئيس الدائرة أن الدكتور مصطفى الفي يريده أن يدلي بأخوانه فرحب الراجل راجل لطيف جدا ومستنير جدا رئيس المحكمة حقيقة عندنا قضاة أوسط العمر دول شيء رائع تماماً حقيقة وسط العمر أصلي زيك كده حبيب استمع إلي الرجل في لطف تماماً وقال لي تقسم اليمين وتقدش أقسمت وأدليت بشهاداتي ووقعت عليها وبطاقاتي كاملة قلت له أن هذا الرجل يجب أن يكرم لا أن يؤتى به إلى المحاكم أن الذي حدث هو قد يكون أخطاء عفوية لا قيمة لها إطلاق ولا تتعارض مع الليح ولها مجلس منها مستقل يترأسه رئيس الجمهورية شخصيا مكتبة إسكندرية ما تتبعش رئيس الجمهورية تتبع رئيس الجمهورية شخصيا قلت له وبالتالي مثل هذه التهم لا وجودة له ودي عناصر يعني أرادت أن تنتقم من إسماعيل صراج الدين بغير مبرر وأضفت إلى هذا أنه ينظر إلى العمل العظيم والصرح الضخم الذي أنشاه وليس إلى بعض السلبيات المفتعلة ترجمة نانسي قنقر